هذا وكشف وزير الطاقة تركي فتح دولماز عن انعقاد قمة جزائرية تركية قريبا بالتزامن مع الشروع في انجاز مركب البيترو كيمياء لسوناتراك في جهان تركيا باستثمار يتجاوز مليار وسبعمائة مليون دولار قمنا في الأسابيع الماضية بوضع حجر أساس لمنشأة البيترو كيميائيات بالتعاون مع شراكة سوناتراك في تركيا وإن شاء الله سنفتح للتشغيل هذه المنشآت بحضور رئيسة جمهورية البلدين في نفس الوقت وإن شاء الله في الأشهر المقبلة رئيسة جمهورية البلدين سيترأسان اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين وإن شاء الله سنأخذ هذا الاجتماع وسنجتمع مرة أخرى هناك في نفس الوقت وسنراجع المواضيع التي امتناولناها اليوم